بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب وطلبات المدارس السنوية الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وحلقتنا إن شاء الله النهاردة خاصة بطلاب الصف الأول للمدارس الزراعية نظام الثلاث والخمس سنوات وبنستكمل فيها حلقتنا عن دراسة مادة أساسيات البساتين وحلقة النهاردة إن شاء الله عنواننا نتكلم فيها عن طرق زراعة البزور بالمشتل في البداية إحنا خلال دراستنا اللي فاتت اتكلمنا على تأسيم الحصولات البستانية وأهمياتها وتكلمنا على المعاملات التي تجرى على النباتات داخل المشاتل والنهاردة وصلنا لأهم نقطة إن أنا عايز أزرع البزرة جوه المشتل عشان أطلع النبات أقدر بعد كده أعمله عملية التسويق عشان يبقى بالنسبة لي زي ما اتفقنا إن مشروع المشاتل ده من ضمن المشاريع الاقتصادية التي تدر دخل على المنتج بالبداية عايزين نعرف عشان نزرع نبات أو نزرع بزرة داخل البيئة أنا بحط البيئة أو البزرة بتاعتي في بيئة ممهدة يعني المشتل بتاعي هو عبارة عن بيئة ممهدة لزراعة البزور داخلها طيب إيه هي البيئة اللي حنزرع فيها؟ بلا إن لو أنا عايز أزرع بزرة جوه بيئة معينة فالبيئات الزراعية بتاعتي في الأرض الطبيعي لا أنا هنا بزرع جوه المشتل في بيئات معينة بيبقى لها شيء من الخصوصية عشان تديني إمكانية أعلى لإنبات النبات وبالتالي تديني النسبة أفضل في الإنبات ونمو جيد فالبيئة اللي أنا بزرع فيها تتكون من إيه؟ بصوا معايا كده البيئة بتاعتي عبارة عن طربة الأرض الزراعية بأضيف لها مخلوط من البتموس والرمل بنسب منتزنة بمعنى إيه؟ أن أنا بجيب نسبة من طربة زراعية ونسبة من البتموس ونسبة من الرمل بنسب متساوية وبأزرع فيهم البزرة بتاعتي وده بيعتبر المهد اللي أنا هزرع فيه البزور طيب لما تطورت الدراسات اكتشفنا أن في عمدي مجموعة تانية من البيئات لو أنا استخدمتها بتؤدي إلى إنتاج النبات بصورة أفضل والبيئة اللي أنا بستخدمها لزراعة البزور في المشتل بتكون خليط من البتموس والفيرمو يوكلايت والبيرلايت والنسب بتاعتي بتبقى ما بين خمسين في المية بتموس وخمسة وعشرين في المية فيرمو يوكلايت وخمسة وعشرين في المية بيرلايت طيب هل أنا ممكن أزرع الكلام ده بس في البيئات دي بس؟ قال لي لا أنا ممكن أستخدم حاجة اسمها أقراص جيفي ودي بتبقى خليط أو عبارة عن بتموس مضغوط طيب لما أجي أزرع أول حاجة أنا هدور عليها عشان أزرع وتديني الشتلة بتاعتي بمواصفات جيدة إن الأدوات والقصص اللي أنا هستخدمها في إجراء الزراعة لابد إن أنا أعمل لها عملية تعقيم يبقى أول خطوة أو أول حاجة أنا هعملها عشان أنتج شتلات بصورة جيدة داخل المشتل إن أنا أعمل تعقيم للأدوات بتاعتي تعقيم للقصص اللي أنا هستخدمها تعقيم لصرديق الزراعة وأنا بستخدم لعملية التعقيم في حالة زي كده بستخدم لها محلول الفورمل ضهيد 40% الحاجة الثانية اللي أنا هستخدمها أو اللي أنا هعملها الطربة اللي أنا هستخدم لها الزراعة أو الطربة اللي أنا هستخدمها في الزراعة بيتم تعقيم الطربة ببخار الماء يبقى أول حاجة بعقم الأدوات وبعد كده بعقم الطربة بتاعتي ببخار الماء لمدة حوالي 20 دقيقة الحاجة اللي بعد كده إن أنا شرط عندي ودي جزء مهم جدا في حالة زراعة أرض المشتل لا يتم تعقيم الطربة بتاعتي بغاز بروميد المصيل لأن الغاز بروميد المصيل دقوة بيؤثر على نسبة الإنبات خاصة لو كانت البذور بتاعتي صغيرة الحاجة يبقى هنا الحتة المهمة جدا لو أنا بعقم البيئة أو بعقم الأدوات لا يجوز استخدام غاز بروميد المصيل في عملية التعقيم لأن الكلام ده أو الغاز دقوة بيؤثر على نسبة الإنبات الحاجة اللي بعد كده لابد من تجهيز مخلوط طربة المخلوط اللي أنا حاجة أستخدمه في عملية الزراع زي ما وضحنا إن أنا بستخدم طربة زراعية مع بيتموس مع رمل أو بيتموس مع فيرميوكليت مع بيرلايت وهذه المكونات لابد من خلطها جيدا وترطبها بالمية قبل إجراء عملية الزراع طيب لما أجي أزرع لو أنا عايز أزرع بلاقي البزر بتاعتي بتختلف حسب أو أنا براعي فيها مجموعة من الاشتراطات أثناء زراعتها في المشتد أول حاجة بدور عليها حجم البزر بتاعتي هل البزر بتاعتي صغيرة الحجم أو كبيرة الحجم وده أنا بدور عليه ليه؟ عشان أحدد لها حجم الإناء أو حجم الأداة اللي بيتم من خلالها أو بيتم فيها عملية الزراع فلو عندي البزر بتاعتي بزر صغيرة الحجم فبلاء البزر بتاعتي الصغيرة لو أنا هزرعها هزرعها في حاجة من الحاجات اللي موجودة قدامنا وإحنا سبق أننا استعرضناها في أدوات المشتد إما أننا أستغرعها في المواجير أو الصلاديق الخشبية أو الصواني المسقبة اللي فيها عيون بتصلح لعملية الزراع أول حاجة أننا هعملها بأملأ الأواندية أو بضع فيها جزء من مخلوط الطربة وبعد كده بأزرع البزرة وبعد أغطيها طيب إيه الأنواع اللي ممكن أستخدمها لإنتاج هذه البزر الصغيرة دي إيه الأنواع زي إيه؟ عندي أنواع زي الكوميترة وزي اللمون وزي الجوافة ده من نباتات الفكهة ومعظم أشجار والشجيرات الزينة وعندي كمان الطماطم والفلفل وبدوينجان والخس يبقى دول أنواع البزور أو من أنواع البزور الصغيرة التي تصلح للزراعة في المواجير والصنديق الخشبية والصواني طيب كمان أنا لو عندي بزور صغيرة الحجم والبزور دي كان فيها مشكلة إن هي لا تتحمل الشاتل فأنا هنا أزرع البزور بتاعتي داخل أصص صغيرة نمرة 8 بحيث إن أنا أخذ النبات من القصيص مباشر إلى التربة بدون العودة أو بدون إن أنا أعرضوا لعملية الاقتقلاع من المشتد يبقى لو عندي بزور صغيرة ولا تتحمل الشاتل البزور الصغيرة التي لا تتحمل الشاتل يأما أن أنا أزرعها في صواني وأخذ الشاتل بتاعتي من الصينية مباشرة للأرض المستديمة أو أن أنا أزرعها في أصص صغيرة نمرة 8 وبعدين أستخدم الأصص دي بنقلها إلى الأرض المستديمة طواني للشاتل من القصيص لأرض المستديمة طيب لو عندي بزور متوسطة الحجم إيه الطريقة اللي أنا هزرعها بيها؟ لو أنا عندي بزور متوسطة الحجم أنا عندي طريقتين يأزرعهم في وصص كبيرة شوية أو أن أنا أزرعهم في أكياس من البلاستيك بس عندي شرط أن العقم بتاعها ما يقلش عن 20 سنتي ولما أجي أزرع بأزرع داخل كل قصيص من دولة أو داخل كل كيس بأزرع فيه بزرتين ومن ضمن النباتات التي تصلح للزراع بهذه الطريقة بزور نبات الخوخ والمشمش ومن نباتات الزينة بسلة الظهور ونبات أبو خنجر وممكن كمان أن أنا أزرع النباتات دي في أحواض الزراع طيب لو عندي بزور كبيرة الحجم زي بزرة بتاعة المنجم بزور المنجم من ضمن البزور المميزة أن البزرة حجمها كبير فلو أنا هزرعها برضو عندي طريقتين أو عندي حلين في حلول الزراع بتاعتها أزرعها فين؟ لعندي ممكن أزرعها في أكياس بلاستيك أو أن أنا أزرعها في أصص بس هنا بيبقى عندي حاجة أن الأصص بتاعي الارتفاع بتاعه ما يقلش عن 30 سنطر أن البزرة بتاعتي حجمها كبير وبالتالي هتعوز مساحة أكبر للنمو ولما أجي أزرع أنا مش هحط في كل أصص من دولة أو كل إناء من دولة غير بزرة واحدة يبقى هنا قلنا أو فرقنا ما بين أنواع البزور بتاعتي حسب الإناء أو حسب حجم الزراعة إلى بزور صغيرة الحجمة أو رهيفة البزور المتوسطة الحجم والبزور الكبير طيب لو عندي عايز أعمل حوض داخل المشتل عشان أزرع فيه النباتات هنعمل فيها إيه؟ أول حاجة أن أنا هعمل عملية عزيق جيد للأرض وأعمل لها عملية تنعيم وإزالة الحشاش اللي موجودة بيها بعد كده بأضيف لها كمية من السماد البلدي والسوبر فوسفات بعد كده بأعمل عملية الري قبل الزراعة بأسبوعين ودي بتمكنني من إنبات الحشاش وبالتالي التغلب عليها قبل عملية الزراعة بعد كده بأعمل التربة بالمبيدات لمكافحة الأمراض والأفات والمسببات الحشرية بعد كده بأعمل عملية التعقيم لأرض المشتب طيب معنا فيديو حيوضح لنا طريقة إنتاج الشتلات أو طريقة الشتل بنوضح مع بعض هنا الخطوات اللي بتتم لو أنا عندي عايز أعمل فيه تجهيز أول حاجة زي ما احنا شايفين إن أنا باجي على التربة بتاعتي وبأعمل لها عملية عزيج جيد لبتفيدني فيه تقليب التربة وتعرضها لأشعة الشمس كمصدر من مصادر مقاومة الأمراض والأفات وكمان لو فيها أحد مساببات الحشرات أو أحد أطوار الحشرية لما تتعرض لأشعة الشمس بتموت فأنا هنا بعمل عملية العزيج الجيد والتقليب وكمان بأكد إن أنا هنا بكون ضايف للتربة كمية من السماد البلدي وكمية من السماد الكماوي عشان تساعد في زيارة نسبة الخصوبة بعد ما عملت عملية العزيج بسيب الخط بتاعي شوية يتعرض لأشعة الشمس لعملية التعقيم الشمسي والتربة بتاعتي يتصل لنسبة الرطوبة بتاعتها للنسبة المناسبة بعد كده بعمل عملية تسوية لسطح الطربة وإزالة بقايا الحشائش اللي موجودة ولو كان عندي نسبة من الطوب الخشن أو كده بتم إزالتها بيبقى أنا هنا عملت عملية العزيج وبعد كده هعمل عملية التسوية الجيدة وبعد ما أعمل عملية العزيج والتسوية الجيدة أنا الخطوة اللي جاية بعد كده عايز أزرع البذرة بتاعتي جوه الحوت هعمل البذرة بتاعتي جوه الحوت ازاي والله على حسب حجم البذرة المتاح بالنسبة لحضرتك أولا أنا ممكن أعمل البذرة بتاعتي بطريق البدار أو أن أنا أعمل البذرة عن طريق أن أنا أزرعها في سطور بين كل سطر والتاني 10 إلى 15 سنطي لسهولة عملية رعاية الشتلات داخل الحوت بتاعي وبعد كده بنقل الشتلة بتاعتي للأرض المستديم الحوت بتاعي زي ما احنا شايفين كده أصبح جاهز لعملية الزراعة الجزء الخطوة اللي بعد كده خطوة واحدة وفضلة معايا أن أنا أضيف البذرة بتاعتي وبعد كده بعد ما أضيف البذرة بأعمل عملية الري للبذور يبقى هنا لو أنا عمدي حوت جوه المشتل وعايز أزرع البذرة بتاعتي جوه الحوت ضوط زي ما وضحنا أن أنا هعمل عزيق جيد بعد كده أضيف أعمل تسوية لسطح الأرض وبعد كده بجيب البذرة بتاعتي زي ما احنا شايفين لو هي بذرة صغيرة في الحجم بأخلط عليها نسبة من الرمض عشان تساهل علي عملية التوزيع وبعد كده بأوزع البذرة سواء كان بدار زي ما احنا شايفين أو أن أنا أزرعها في سطور وبعد كده بأجري عملية الري طيب لو أنا هنا عندي أزرع إمتى والله لو أنا هزرع نباتات داخل الصوب لو أنا عندي نبات هزرعه جوه الصوبة يعني المشتل بتاعي كل النباتات بتاعت جوه الصوبة ممكن أن أنا أزرع النباتات طالما أن أنا هزرعها جوه الصوبة متحكم في جميع العوامل البيئية المناسبة ممكن أن أنا أزرع النباتات في أي وقت من السنة يبقى لو أنا هستخدم زراع داخل الصوبة مباشرة يعني هستخدم في أواني أواني زراع أو صواني أو أصص أو موادير والحاجة دي بتبقى جوه الصوبة أنا ممكن أزرع الكلام ده في أي وقت من السنة طالما أن أنا عندي إمكانية أن أتحكم فيه الظروف والعوامل البيئية المتاح طيب لو أنا هستخدم زراعة في خارج الصوبة أو بر المكان اللي فيه الصوبة لا أنا هنا سيبقى عندي معينة للزراع لو أنا هزرع مثلا الحوليات الشتوية من خاصة بين نباتات الزينة بيتم زراع بزور الحوليات الشتوية في شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر لو أنا عايز أزرع الحوليات الصيفية أو بزور الحوليات الصيفية بيتم زرعتها في شهر مارس وشهر إبريل يبقى هنا لو أنا حزرع داخل الصوبة بيتم الزراعة داخل الصوبة في أي وقت من السنة ودي بتلاقي معظم أنواع النباتات طيب لو أنا حزرع في المشتل زي ما وضحت أن أنا هنا لو أنا حزرع في المشتل هيبقى عندي موعيد محددة أن أنا حزرع في شهر فبراير ومارس ودي خاصة بالحوليات الصيفية أو في أشهر الخريف زي شهر سبتمبر لو أنا حزرع الحوليات الصيفية بعد كده هل أنا عندي لما أجي أنتج شتلة داخل المشتل حتفدني؟ آه لو أنا بأنتج شتلات داخل المشتل الشتلات اللي بتبقى جوه المشتل أفضل من الشتلات اللي موجودة خارج المشتل في إيه؟ أول حاجة أن الشتلات بتاعتي أنا هنا بيبقى عندي إمكانية أن أنا أنتج كمية كبيرة جدا من الشتلات في مساحة صغيرة اللي هي مساحة المشتل بتاعي عندي مساحة المشتل قطعة أرض صغيرة أنا بأنتج فيها كمية من الشتلات الحاجة التانية أرض بتاعتي اللي أنا حاشت اللي أنا استخدمها المشتل بتاعي جوز من الأرض زي ما إحنا وضحنا ممكن تكون مساحته تلتة أو ربع المساحة أو أقل من كده المساحة الباقي من الأرض أنا بستخدمها في الإنتاج يبقى أنا هنا بستخدم مساحة صغيرة لإنتاج الشتلات وإنتاج الشتلات بيتم عندي في مدة سيارة وبيبقى عندي إمكانية أن أنا أنتج الشتلات بتاعتي أو استخدم الأرض بتاعتي في إنتاج حاجة تانية الحاجة اللي بعد كده أثناء نقل الشتلات من مكان إلى مكان لو أنا بنقل شتلة الشتلة بتتنقل بجزء من التربة أما لو هنا زرع الشتلات داخل أصص أو في مواجير أو في صواني وبيتم نقل الشتلات بتاعتي أنا هنا بنقل الشتلة من المشتر للأرض المستقديمة دون تأثير على التربة اللي مزروع فيها النبات يبقى أنا بنقل النباتات من المشتر للأرض المستقديمة مع المحافظة على نسبة التربة اللي موجودة فأنا بأعملش نقل للطربة من مكان لمكان فأبقى حافظ على الطربة اللي موجودة عندي الخطوة اللي بعد كده إن أنا عندي نسبة الفائد في الشتلات بتبقى أقل يعني لو أنا عندي شتلات الشتلات دي بنقلها من المشتل للأرض المستديمة بيبقى نسبة الفاقد يعني عرض الشتلات اللي بتفقد مني أثناء النقل بتبقى نسبة قليلة الحاجة اللي بعد كده أنا هنا وأنا بشتغل في المشتل أنا اتأكدت بتاع أن أنا عندي ضفط مبيدات حشاش وعزقت الارض مرتين او تلاتة وسبت الارض تتعرض لضوء الشمس فبزور الحشاش بتاعتي لو فرض ان في مزرة حشاش موجودة في المشتل انا بعمل لها عملية مكافحة وبناء علي لما بعمل لها عملية المكافحة انا بضمن ان هي لا يتم نقلها الى الارض المستديم يبقى هنا عندي مميزات امتاج الشتلات داخل الصوب بقى انتج كمية كبيرة من الشتلات في مساحة صغيرة بتنتج الشتلات بيبقى عندي سرعة في معدل النمو بتاعي ما بيحصلش فيه تجريف للطربة او تجريف للارض اللي موجود بيها المشتل نسبة الفاقد فيه الشتلات بتبقى الليلة وعند النقل الارض المستديمة لا يتم نقل الحشاش طيب اثناء الزراعة ايه هي اهم اصناف الشتلات اللي يمكن انتاجها تحت الصوبة هل في عندي انواع معينة ممكن ان انا نقلها او ازرحها جوة الصوبة وانواع لا تصلح انتاجها داخل الصوبة لا انا بلاقي ان انا ممكن انتج شتلات داخل الصوبة سواء كان لنباتات الفكهة او لنباتات الخضر او لنباتات الزينة يبقى هنا عندي بيتم انتاج الشتلات بتاعتي اما نباتات فكهة او نباتات الخضر او نباتات الزينة ايه نباتات الفكهة اللي ممكن ازرعها داخل الصوبة بلاقي عندي لو انا هزرع زراعات بزرية بيبقى عندي موالح وعندي المشمش وعندي الجوافة لو انا ما عنديش الكلام ده بيبقى عندي الاكثار عن طريق الاجزاء الخضرية زي الرمان وزي العنب وزي المنج طيب لو عندي نباتات الزينة بلاقي ان عندي نباتات الزينة التي تصلح داخل الصوب بلاقي في مجموعة كبيرة جدا من النباتات التي يصلح انتاجها داخل الصوب منها نبات الدرسينة ونبات الاشطاء ونبات نباتات الزل البوتس والاشطاء والدرسينة طيب ايه نباتات الخضر اللي ممكن زراعاتها داخل صوان الشتل عندي مجموعة كبيرة جدا من نباتات الخضر ودي بتم زراعاتها داخل المشتل او داخل الصوبة منها نباتات الطماطم والفلفل والخيار والخس والبدنجان وكل النباتات دي لما انا بزرعها داخل الصوبة بيت الديني جودة عالية ويتي ديني انبات او ممكن ان انا اطلع شتلات في وقت قليل وبكمية كبيرة طيب انا هنا لما اجي انتج الشتلات داخل الصواب بتاعتي بلاقي عندي الشتلات اللي انا بزرعها نوعين في عندي نوع من الشتلات ممكن لما اجي انقلها او ازرعها يمكن ان انا شيلها من المشتل وازرعها في الارض المستديمة ونوع التاني شتلات بيبقى عندي فيه مشكلة لو انا جيتا انقلها اللي هي الشتلات التي لا تتحمل طيب الشتلات لو انا هزرعها في اصص او في مكان مستديم مباشر عندي لو زي ما احنا وضحنا لو عندي البزرة بتاعت النبات بتاعتي بزور كبيرة الحجم والنبات بتاعي بما اتحملش الشتل ولا التفريد فانا بزرعها اما في اصص اما في صوان الزراعة وبيتم نقل النبات مباشرة من القصيص الى التربة المباشرة دون اقتلاع الشتل طيب لو عندي نباتات بتاعتي بتتحمل الشتل والتفريد ديت انا ممكن ازرعها اما في احواض الزراعة او في او في او ان انا ازرعها في المشتل يبقى هنا لازم نفرق ما بين حاجتين لو عندي النبات بتاعي بيتحمل الشتل لو النبات عندي امكانية ان انا انقل الشتل بتاعتي من مكان الى مكان في بيتم اقتلاع الشتلات من ارض المشتل الى الارض المستديمة وبعد كده شتل ما بتحصلش فيها اي مشكلة في بعض الاحيان بيبقى عندي بعض الشتلات بيبقى صعب لو انا عملت لها اقتلاع من التربة ونقلته الى الارض المستديمة عندي نسبة الفقد في الشتلات بتبقى كبيرة فانا هنا بيبقى عندي مشكلة لازم هنا اعمل عملية زراعة الشتلات بتاعتي اما فيه قصص واخد النبات بكتلة التربة بتاعتي من الاصيص الى الارض المستديمة او ان انا ازرعها في صوان الزراعة لو كان عندي شتلات زي شتلات الخضر وبانقل الشتل كاملة برضو بجزء من التربة الى الارض المستديمة فهنا مفيش مشكلة يبقى ان هنا عملت نقل الشتلات بدون ان انا اقتلاع من الارض يبقى لو نلاحز برضو الحتك مهم جدا ان لو انا عندي الشتلات بتاعتي النبات بتاعي بيتحمل الشتل والتفريد ممكن أننا أزرعه في أي مكان سواء كانت في أصص أو في مواجير أو في صواني أو يزرعها في الأحواض بتاعة المشتل بصورة مباشرة أما لو هو نبات لا يتحمل الشتل ده ضرورة عندي أننا لما أجأ أزرعه أزرعه في أصص أو في صواني ويتم نقل النبات بصورة كاملة من المشتل إلى الأرض المستديمة دون اقتلاع الشتلات وده هنشوفه مع بعض طيب هنا قلنا تقسيم النباتات أو تقسيم الشتلات حسب تحملها إلى عملية الشتل بلاقي عندي النباتات التي تتحمل عملية الشتل ودي مجموعة معظم النباتات عندي بتتحمل عملية الشتل ودي زي ما احنا اتفقنا نباتات الحاصلات المستنية ثلاث أنواع الفكهة منها ونباتات الخضر ونباتات الزينة عندي بالنسبة لنباتات الزينة التي تتحمل الشتل أو 90% أو جملة معظم الحوليات الشتوية ومعظم الحوليات الصيفية بتتحمل الشتل في نباتات الخضر زي نباتة الطماطم عند الفلفل وعند البدنجان وعند الطماطم كلها بتتحمل الشتل عندي من ضمن نباتات الفكهة التي تتحمل الشتل لنبات النارينج ونبات الجوافة ونبات المشمش يبقى هنا النباتات التي تتحمل الشتل زي ما احنا وضحنا ان انا ممكن ازرعها يا اما في الاحواض بتاعت المشتل أو أن أنا أزرعها في أسس أو مواجير وبيتم لها إلى الأرض المستديمة بعد كده النباتات التي لا تتحمل الشتل بلاقي أن أنا عندي معظم أشجار الفاكهة زي ما إحنا قلنا معظم أشجار الفاكهة تتحمل الشتل بالعموم بالنسبة للخضر بيركز لو أنا عندي نباتات بقولية بقوليات لا تتحمل الشتل فبيتم من زراعتها يا إما في مواجير يا إما تزرع في الأرض مباشرة أو في صوان الزراعة لو عندي نبات زي الجزر برضو لا يتحمل الشتل نبات زي الليفت لا يتحمل الشتل فبيتم من زراعته في الأرض بصورة مباشرة في نباتات الزيناء عندي نباتين مشهورين جدا والنباتات دي لو أنا نقلت النبات من التربة بتاعتي إلى الأرض بصورة مباشرة النبات ده بيتعرض للفاقد والموت زي نبات المنطور ونبات اسمه نبات جيبسوفيل يبقى هنا النباتات التي لا تتحمل الشتل بلاقي أن نسبتها أقل في علم الحاصلات البستانية أهم العمليات البستانية اللي بتتم بقى داخل المشتل بعد زراعة البزرة لو أنا زرعت بعد مزرع فيه ثلاث عمليات مهمة جدا البستاني أو الراجل اللي شغال في المشتل بيكون عنده إمكانية أنه هو يبص لهم أو يشتغلهم بصورة جيدة فيه عملية تسمى عملية التفريد وعملية تسمى عملية التدوير وعملية تسمى عملية الفطام أو قطع الجزور إيه الفروق ما بين الثلاث مصطلحات دولة وإحنا يمكن في مدارسنا في الفترة العاملة اتضربنا عليهم وإحنا هنا برضو حنشوف إزاي نعملهم برضو للتذكرة وصقل المهارة بتاعتنا فيهم عملية التفريد أنا زي ما أنا قلت أنا بزرع البزرة بتاعته إما في قصص إما في مجور وبعد كده لما يوصل حجم النبات لحجمه معين أنا بيتم تفريد النباتات يعني أخذ كل النبات وازرعه في إناء مستقل به وأكمل به عملية النمو عملية التدوير معناها أن أنا كنت زرع النبات في قصيص صغير حنقله لقصيص حجمه أكبر عشان يديني فرصة أكبر للنمو عملية الفطام أو تقطيع الجزور بلاء أن النبات بتاعي الجزور بتاعتي لو النبات بتاعي زرع جوه قصيص عند حجمه معين بلاء أن الجزر بتاعي لما ينمو أو يصل لمرحلة النمو أكبر بزيادة بيبدأ الجزور بتاعتي تخرج من قوع القصيص حنشوف عملية التفريد إيه اللي بيتم فيها زي ما قلت أنا هنا بعمل إيه؟ عندي نبات أنا كنت زرعه في قصص أو مواجير أو حواب عايزا إيه له كل نباتي بكل نبات لوحده في قصيص مستقل وبيتم عملية النقل ديه في قصص نمرة 8 ونمرة 10 وغالبا ما بتتم هذه العملية في خلال أشهر مارس وشهر إبريل طيب إيه النباتات اللي بيتم فيها عملية التفريد دي بصورة أساسية عندي الحوليات الصيفية والشتوية ونباتات الخضر ومن ضمن نباتات الفكهة نبات الجوافة ونبات النارينج حنشوف مع بعض هنا إزاي بتتم العملية ديه بشيء من التفصيل حنوضح هنا لحضراتكو أنا هنا لو أنا زارع فيه قصص كبيرة الحجم أو مواجير بعد كده النبات بيخرج النمو زي ما احنا شايفين والنبات اللي معانا دوت نبات القرنفل أنا زارعه من فترة حاجي القصيص بتاعي حيتم قلب القصيص وإخراج كتلة النباتات بالكامل اللي موجودة داخل القصيص وبشيل الجزور المتشابكة معايا وبعد كده ببدأ أفصل النباتات بتاعتي كل نبات مستقل وتي برضو مجموعة شتلات لنبات الفلفل وهنا لو أنا برضو عايز بعد ما أخرجها من القصيص أول حاجة أن أنا هعملها هفكك التربة بشيء من الحذر عشان ما أصرش على وبفضل مع التربة بتاعتي بعمل لها عملية التفكيك بالراحة خالص لحد ما أخرج نبات كامل بجزر وصاق وورقة بعد كده بجيب القصيص بتاعي اللي فيه جزء من التربة وبعمل فيه فتحة صغيرة وبعد ما أعمل الفتحة ديه بنزل الشتلة بشيء من الرفق عشان ما أصرش عليها وبعد كده بثبت الشتلة بتاعتي أو حوالين النبات وبثبت الجزور بتاعتي كويس وبكرر العملية على حسب عدد النباتات اللي موجودة معاي بلاحظ هنا أن عملية التفريد دي بتم في قصص صغيرة قصص نمرة 8 أو نمرة 10 بحط كمية من التربة وبعد ما أحط كمية التربة بتاعتي بيعمل فتحة بسبوع فيه القصيص وبعد كده دي كماهد لمكان الجزر بعد كده بمسك الشتلة ونزلها برفق في القصيص وبعد كده بثبت الجزء من التربة حول القصيص هنا بقى لحظ حاجة لو كمية التربة اللي عندي في القصيص كمية قليلة فأنا هنا بكملها بنفس كمية التربة وبعد ما أنتهي من تفريد كل النباتات اللي كانت موجودة معايا بقى جمع القصص الصغيرة دي في مكان وبعمل لها عملية ري مباشرة بعد عملية التفريد يبقى هنا باجي في عملية التفريد الغرض منها النبات بتاعي نووه بقى كسيف أصبح الإناء بتاعي غير مناسب فأنا لازم أنقله لمساحة أكبر وفي نفس الوقت أحافظ عليه أو أكمل عليه عنه فترة التربية داخل المشتب يبقى هنا بجيب الشتلات بتاعتي فردها فردها يتم وضعه في قصيص بيتم الماء القصيص ده بجزء من التربة بعمل فيه فتحة وبعد ما أعمل الفتحة دي باجي أحط النبات وبعد ما أحط النبات أثبته وبعمل له عملية الري وبكرر العملية دي على كل الأصص اللي موجودة معايا وبلاحظ أن أنا هنا باستخدم أكواب من البلاستيك أنا ممكن أستخدم الأكواب دي في الزراع أو أن أنا ممكن أستخدم أصص الأكواب دي بتتميز أن هي رخيصة التمن وبأكد أن أنا قبل ما أستخدمها أن أنا أكون عامل فتحات لصرف الماء الزائد في قاعة هذه الأكواب يبقى أتأكد أن الأكواب بتاعتي لو أكواب بلاستيكية اللي موجودة في السوق عادي بيستخدمها أن أنا باعمل فتحات تساعد على أن أنا أخرج كمية الماء الزائدة اللي موجودة زيادة عن حاجة النبات برضو هنا نرجع لنبات الأورنفل ونفس الخطوات اللي هنا عملناها أنا بحط في الكباية مخلوط من التربة بكمية معينة وبعد كده حاجة على النباتات بتاعتي أعمل لها عملية فصل بشيء من الرفق بحيث أن أنا ما أصرش على شتلة النبات وحشيل كمية التربة زيادة لو أنا عندي كمية التربة زيادة عن حاجة النبات بشيلها وبعد كده بقى يتم وضع الشتلة داخل القصيص وبيتم امتلاق القصيص بكمية التربة وبعد كده بقى أعمل لعملية الرأي يبقى العملية اللي احنا بنشوفها قدامنا دي دي عملية أو خطوة من الخطوات المهمة جدا وبتحتاج إلى مهارة ولا غنى عنها في المشاتل إن أنا بعمل عملية تسمى عملية تفريد الشتلة المهارة اللي بعد كده اللي أنا هشتغل عليها مهارة التدوير عملية التدوير أنا عندي نبات زرعته في الصيص والنبات دو كبر وصل المرحلة النمو بتاعتي إلى مرحلة أكبر شوية فأنا عايزة نقله من الصيص الصغير بتاعه إلى الصيص حجمه أكبر شوية يبقى هنا بعمله عملية تدوير بنقله من قصص صغيرة اللي أنا كنت زرع فيها اللي هي قصص تمانية أو قصص عشرة بنقله للقصص اللي هي الأكبر اللي هي نملة عشرين ونملة خمسة وعشرين بعمل العملية دي طالما أن أنا بنقل النبات من مكان لمكان دون التعرض للعوامل البيئية ودون تعرض الجزر بتاع النبات بتاعي للعوامل البيئية الغير ملأمة فأنا ممكن أعملها في أي وقت من السنة بس عندي فيه فترتين أنا لا ينفعش أن أعمل فيهم العملية دي اللي هي لو عندي درجة الحرارة شديدة جدا أو لو عندي درجة البرودة شديدة جدا يبقى عملية التدوير بتم عملها في أي وقت من السنة معادة الأوقات اللي فيها الحرارة الشديدة والأوقات اللي فيها البرودة الشديدة بتم فيها نقل النباتات من القصص الصغيرة الحجم اللي هي نمرة تمانية ونمرة عشرة بتم نقلها للقصص الأكبر شوية اللي هي نمرة خمسة وعشرين ونمرة عشرين وهنشوف مع بعض ازاي بتتم عملية هنا شرح بسيط هنا ازاي العملية دي بتتم العملية بتتم ان انا بنقل النبات بتاعي من القصيص الصغير الى القصيص الكبير مع المحافظة على كمية التربة اللي موجودة معايا هلاحظ هنا عشان العملية دي بتتم بشيء من التفصيل بقى حط نفس كمية التربة او مخلوط التربة اللي انا اشتغلت عليه قبل كده اللي هو مخلوط من الرمل التربة والرمل والبيتموس او التربة والبيتموس والفيرميوكلايت والبرلايت بيتم خلطها جيدا وترطبها بالمية قبل استخدامها في عملية النال بيتم الكلام ده زي ما احنا شايفين لو عندي نبات موجود عندي نبات في قصيص صغير انا عايز انقلو لقصيص اكبر شوية عشان يديني مساحة اكبر للنمو والنبات بتاعي يصل لمرحلة اكبر من النمو بجاهز القصص بتاعتي وزي ما احنا اتفقنا اي نبات انا هستخدمه انا هنا داخل المشتل عايز اطلع نبات صفاته جيدة لابد ان الاوان بتاعتي يكون تم عليها عملية التعقيم بصورة جيدة والطربة بتاعتي تم تعقيمها بصورة جيدة وجاهزتها وخلطتها بالنسبة بعد كده بيتم وضع كمية من الطربة داخل القصيص وهنا باعز اشوف هل الحجم اللي انا حطيته من الطربة ده مناسب ولا لا بلا ان طالما النبات بتاعي بيتم وضعه داخل القصيص بالحجم المناسب اذا هنا كمية الطربة دي اصبعت مناسبة لاجراء عملية التدوين طيب لما اجا ادور ايه اللي هيتم اجراءه انا اول حاجة عايز اعملها عايز اخرج النبات بتاعي مع المحافظة عليه من داخل القصيص بيتم مسك النبات القصيص مقلوب وبيتم قلب النبات على واسنده بيديه وبعد كده بيتم طرق القصيص بطرق خفيف على منظرة التدوير لو عندي منظرة شغال على منظرة التدوير كان مرتفع استرق خفيف حتى خروج النبات بكتلة الجزور بتاعته كاملة على قدير بعد كده بشيل القصيص بتاعي انا مش هستخدمه في حاجة ببص هنا في قاع القصيص حاليا ان الجزور بتاعته المتشابكة اللي موجودة تحت معناها ان النبات ده محتاج عملية التدوير ببدأ اشيل الجزء المتشابك من الجزور ده عشان افككها عشان تساهل عملية النمو في التربة الجديدة وده هنا برضو بيأكد علي ليه ان عملت عملية التدوير الجزور بتاعته النبات كبر جزور بتاعتي حيز التربة اصبح غير ملائم فهنا الجزور بتاعتي بتلف على بعضها وبتتشابك انا لازم ان انا افككها واعمل لها عشان يكون سهل علي نموها في التربة اللي بعد كده او الارض اللي بعد كده اللي هي القصيص الاكبر شوي بنأكد ان العملية ديت ممكن نستخدمها مرة او اتنين او تلاتة على حسب حجم النبات بتاعي لو انا عايز اربي النبات داخل المشتل لحجمه اكبر بعد كده بعد ما بحط النبات بالتربة بتاعتي داخل الانصيص بيتم اكمال التربة حتى المستوى سطح التربة المناسب وبلاحظ ان انا بسيب على النبات او بسيب فوق التربة جزء من الفراغ اللي بيسمح عندي بعملية الري وده بيكون حوالي تقريبا حوالي من سنطي ونص الى اتنين سنطي في قمة القصيص بعد ما بعمل الكلام ده بامسك القصيص بتاعي شوية وبعمله طرق خفيف عشان التربة بتاعتي تندمج حول النبات وهنا زي ما احنا شايفين ان انا برضو بشيل كمية التربة زيادة بعمل كابس للتربة بصوابعي على التربة عشان اسبتها اخرج نسبة الهوى عشان ما احصلش فيه مشكلة للنبات اللي تم نقله لو في بعض الحشائش موجودة بيتم ازالتها وبعد كده بعمل عملية الري بتاعتي ويجب هنا ان بعد عملية نقل الشتلات او نقل الشتلات من القصص الصغيرة للقصص الكبيرة ان هي تم عملية الري بصورة مباشرة حتى لا تتأثر النباتات بتاعتي او تتعرض للهوى هنا انا استفدت ايه؟ استفدت من النبات بتاعي بعد كده هياخد نموه في حجم اكبر ونفس الكلام جوه المشتل حيديني معدل نموه اسرع وممكن بعد كده اكرر عملية التدوير دي مرة تانية لقصص حجمها اكبر لو انا محتاج عملية الفطاو اما عملية تقطيع الجزور انا في بعض الاحيان زي ما احنا شفنا كده لما انا قلبت الجزر بتاعي او قلبت النبات بتاعي احنا شفنا ايه اللي تحت لقينا ان الجزور بتاعتي عبارة عن النبات لما كبر الجزور بتاعتي التفت حوالين بعضها اصبحت متشابكة ولو في فتحات بتاعت كبيرة الفتحات اللي موجودة داخل القصص فلاقي ان الجزور بتاعتي بتخرج من القصص فانا هنا بامسك القصص بتاعت كل فترة ببص عليها لو عندي جزور خرجت من القصص باستخدام قص العقلة اللي احنا شفناها لما جينا تكلمنا على الادوات بتاعت المشتل بيتم قطع الجزء اللي خرج من الجزور اللي هي بتسمى عملية الفطام يبقى عملية الفطام الغرض منها ازالة الجزور اللي بتخرج من القصص اثناء تربيتها داخل الصواب او ازالة الجزء الزايد من الجزور لو انا بعمل عملية التدوير برضو لو انا بعمل عملية التدوير ولقيت الجزور بتاعتي حجمها كبير وغير مناسبة بيتم ازالة جزء من الجزور يبقى عملية الفطام او عملية قطع الجزور هي ازالة او جزء من الجزور الخاصة بالنبات بتاعي حتى يسهل على نقل النبات من المكان الى مكان وفي نفس الوقت تديني مساحة اكبر من النمو طيب انا كده خلاص زرعة البزرة وزرعة عملت لها عملية التفريد او عملت لها عملية التدوير وكل العمليات ده جوه المشتد ايه الحاجات المهمة مفيش نبات عندي ممكن ينمو بدون توفير نسبة مياه الري يبقى اول عملية انا هعملها وحرعيها داخل المشتد ان يكون عندي عملية الري عملية الري بتاعتي اول عملية واهم عملية ويجب ان تكون وانا شغال جوه المشتد عيني عليها ومركز معاها جدا عملية الري مفيش نبات بعيش بيت غير مية بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انا زود كمية المي يبقى انا اقول له ان هنا الري بتاعي يكون ري منتزم يبقى الري اللي انا هستخدمه للنبات بتاعي يكون ري منتزم وعلى فترات متقربة طيب معدل الري دوت بيكون عبارة عن ايه او بي هل اروي على فترات قريبة على فترات متبعدة الكميات بتاعت ايه والله معدل الري بيختلف حسب عوامل كتير جدا اول عامل التربة اللي انا زرع فيها هل مخلوط التربة اللي انا زرع فيها دوت هل بيحتفظ بنسبة من الرطوبة فانا حباعد فترات الري لو انا عندي مستخدم مخلوط الرمل والبيتموس والفيرميوكلايت غير لما انا استخدم بيتموس وبرلايت وفيرميوكلايت يبقى هنا باستخدم نوع التربة النبات بتاعي هل النبات دوت محب للمية ولا نبات غير محب للمية لو نبات برضو محب للمية انا باستخدم الفترات بتاعتي على فترات قريبة او على فترات بايد ده الموسم اللي انا زارع فيه هل انا زارع في موسم صيفي ولا زارع في موسم شتوي درجة الحرارة نسبة الرطوبة النسبية معدل سريان الرياح معدل الهوى اللي موجود داخل الصوبة لانه زي ما اخذنا قبل كده ان العوامل البيئية لدرجة الرياح لو الرياح بتاعتي متحركة بصورة بستمرة بتؤدي لزيارة معدل جفاف النبات فانا هنا عملية الري من ضمن العملات المهمة جدا وعملية فارقة في حياة النبات فيجب ان يكون الري منتظم وعلى فترات منتظمة ويلائم حاجة النبات وحاجة التربة المعاملة التانية اللي عندي العملية التانية لو انا عندي النبات بتاعي في بعض الاحيان بتبقى العمليات الجوية الموجودة عمليات الدرجة الحرارة بتاعتي غير مناسبة فانا دايما براعي عمليات اللي موجودة داخل الصوبة بتاعتي ان انا وفر للنبات لاحتياجات بتاعته من احتياجات البيئية من حرارة وضوء واحجب عنه الرياح الشديدة يبقى هنا يجب علي حماية الشتلات بتاعتي من العوامل الغير ملأمة طيب من ضمن الحاجات احنا خدنا من ضمن مميزات انتاج الشتلات داخل المشتل ان الشتلات بتاعته خالية من الاصابة بالامراض وخالية من الاصابة بالافات والشتلات بتاعته لما بنقلها الارض المستديمة ما بفقاش عرضة لنقل الحشائش وعرضة للاصابة بالحشائش يبقى هنا عندي يجب علي ان انا اعمل مكافحة للامراض ومكافحة للافات ومكافحة للاشائش واحنا بداية عمليات المكافحة بدأت عندي من وانا بجهز التربة للزراع ان انا عملت عملية التعقيم للقضاء على مساببات الامراض ومساببات الافات والبزور الحشاش اذا كانت موجودة بعد كده بعمل عملية تسمى عملية التسميد لو النبات عندي في المشتل هيقعد فترة طويلة لازم ان انا اضيف له معدلات التسميد المناسبة بوفر له العناصر الغذائية المناسبة للنمو بتاعه طيب لو عندي النباتات بتاعتي حجمها كبير عندي يعني كسفت النباتات نموها زيادة عندي حلين يعمل عملية تفريد زي ما احنا خدنا يعمل عملية خف للنباتات لو النباتات بتاعتي هتستمر فترة طويلة طيب انا عندي نبات هاخده من الصوبة بتاعتي من المشتل هنقر الارض المستديمة هل يجوز نقل الشتلات من الارض المستديمة الى من المشتل الارض المستديمة بصورة مباشرة لا النبات داخل للصوبة عندي انا متحكم في كل العوامل البيئية يجب ان انا اعمل للنبات عملية تسمى عملية الاقلمة ان انا وازن ما بين البيئة اللي انا مزبطها للنبات بكل عواملها حرارة ورطوبة ورياح وري والارض بتاعتي الخارجية اللي هيتحط فيها النبات هنا فيه فرق ما بين الاثنين بعمل للنبات عملية الاقلمة بداية عمليات الاقلام ان انا ابدأ اخرج النبات من جاخل الصوبة احطه فين ايه تمام الله ينور عليكم زي ما احنا خدنا قبل كده ان انا بحطه فيه التعريشات او اماكن التزليلي اللي موجودة داخل المشتد الحاجة التانية ان معدل الرأي ابدأ هنا اباعد فترات الرأي شوية يعني عود النبات ان هو شوية يتحمل العطش عشان ده بالنسبة لي يسهل علي او يبقى عندي امكانية ان الشتلات بتاعتي لما نقالها للارض المستديمة ما يحصلش فيها نسبة من الفاقد يبقى هنا الشتلات بتاعتي قبل نقل الشتلات من المشتل الى الارض المستديمة بخرج النباتات بتاعتي من داخل الصوبة وبحطها ده تحت التعريشات او تحت اماكن التزليل لفترة بيتعود فيها النبات على شوية من درجات الحرارة اللي انا بتحكم فيها ودرجات الحرارات بقية يعني المرحلة وسط مبين البيئة اللي كان عايش فيها النبات داخل الصوبة الى البيئة اللي بيتم فيها التعرض ليه؟ العوامل الخارجية زي حرارة وضوء ورياح نبات متعرض لحارة في الحقل المكشوف ليه ممكن درجة حارة تبقى عالة شوية درجة حارة أقل شوية في رياح شوية فأنا بحطه هنا في المنطقة وسط اللي هي التعريشات اللي بيتم وضعها بجوار المشاتف يبقى عندي هنا عمليات الفنية اللي بيتم داخل المشتل عمليات الري حماية الشتلات من العوامل البيئية الغير ملأمة مكافحة الأمراض والآفات والحشائش عمليات التسميد عمليات الخف وعمليات الأقلمة بعد كده عمليات الشتل بتفيدني في شوية حاجات مهمة جدا يعني الفلات بيني وبين الزراعة في الحقل المستديم أول حاجة المشتل بتاعي أنا زرع بمساحة صغيرة وعندي بقى الأرض أنا بقى الأرض أنا بستخدمها تديني أي حاجة تانية وتديني محصول تاني والنبات بتاعي موجود بمعنى لو أنا عندي أرض أنا حزرع مساحة بنبات الخيار أنا عندي حرب شتلات الخيار في الصوبة لمدة الشهر أنا هنا ممكن أربيها لمدة الشهر داخل الصوبة يعني الشتلات داخل المشتل وفي نفس الوقت الصوبة بتاعت الشغالة بتنتج يبقى أنا بدل معطل الصوبة خلال الفترة الصغيرة اللي أنا بربي فيها الشتلات لا أنا أسيب الشتلات داخل المشتل وأستخدم المساحة بتاعتي كاملة لإنتاج المحصول كمية البزور اللي أنا بستخدمها لو أنا بستخدم شتلات كمية البزور بتاعت المستخدمة بتبقى كميتها أقل من لو أنا بستخدم الزراع في الحقل المستديم لو أنا حزرع في أرض مباشر بتتعرض لدرجة الحارة غير ملأمة رطوبة غير ملأمة عوامل بيئية غير ملأمة للإنبات فنسبة الإنبات بتقل فيبقى لو أنا حزرع في مشتل كمية التقاول أنا حستخدمها أقل من كمية التقاول اللي أنا حستخدمها لو أنا حزرع في الحقل المباشر يبقى أنا بوفر مساحة من الأرض بستخدمها للإنتاج وفي نفس الوقت كمية التقاول اللي أنا حستخدمها كمية أقل الحاجة اللي بعد كده الشتلات بتاعتي بتبقى خالية من الإصابة بالأمراض وخالية من الإصابة بالأفات بعد كده عمليات المقاومة للأمراض والأفات بتتم في المشتل بشكل أفضل لأن المساحة اللي أنا بشتغل عليها بتبقى مساحة أقل يبقى هنا بدل ما أعمل مكافحة الأمراض والأفات والحشائش في مساحة فدان لا أنا بعمل مكافحة الأمراض والأفات عندي في مساحة الصوبة اللي أنا بستخدمها للإنتاج بتاعي الحاجة اللي بعد كده الشتلات اللي بتطلع داخل الصوب أو داخل المشاتل بتاعة الحاصلات البستانية بتكون نموها قوي ومتجنسة في الحجم والشكل والحجم النمو بتاعها بيكون متجنس طيب هنا في جزء تاني لو أنا بنتج شتلات الخضر الشتلات اللي بتنتج عندي داخل الصوبة وبيتم زرعيتها في الأرض بعد كده بتديني محصول مبكر فالمحصول المبكر ده بيديني إمكاني أن أنا أطلع نبات بأخذ منه صفة تسويقية أنا ممكن أطلع نبات قبل الموسم بتاعه يبقى أنا بزرع الشتلات دي هو الصوبة برأيها لفترة معينة بنقلها من الصوبة إلى الأرض المستديمة أو للصوبة التانية لصوبة الإنتاج بيديني هنا فرصة أن أنا أنتج الشتلات في أوقات أو تديني محصول شتلة تطلع أنا إيلها للصوبة تطلع النبات بتاعي يديني محصول في فترة النبات بتاعي مش موجود فأنا إذا بأخذ حاجة اسمها الميزة التسويقية إن النبات بتاعي بطلعه في فترة مش موجود فيها في السوق فبيديني بيدعي عندي بسارع عالي فبيكون الاقتصاديات بتاعتي إيه أعلى بعد كده مواصفات الشتلات الجيدة عند شتلة طلع الشتل دي من داخل الصوبة دي أحد شتلات الفراولة شايفينها معانا ما شاء الله النبات بتاعي يتميز بنمو جزر قوي نمو خضر قوي الأوراق بتاعتي جيدة ما فيهاش إصابة بأمراض ما فيهاش إصابة بالأفات بنستعرض الخواص بتاعتي أول حاجة إن الشتلة بتاعتي تكون قوية النمو والمجموعة الجزر بتاعها جيد زي ما احنا شايفين العنصر التاني إن هي تبقى خلية من الإصابة بالأمراض والأفات ونأكد دايما إن أنا عندي دايما إنتاج الشتلات اللي موجودة داخل المشاتل دايما بتبقى بنسبة كبيرة خالية من الإصابة بالأمراض والأفات لأن من البداية أنا في الطربة اللي أنا زرع فيها عمل لها عملية تعقيم وعمل مكافحة للأمراض والأفات اللي موجودة بعد كده بلاي إن الشتلات بتاعتي بيتميز النمو الخضر بتاعي مع النمو الجزري وتكون الشتلات بتاعتي متابقة للمواصفات والشتلات بتاعتي قوية نموها قوي وبتتحمل الظروف الجوية طيب لو أنا هنا عايز أزرع فدان من الأرض وحزرعه مثلا بمحصول زي محصول المنجل وحزرع النبات دوت على نسب مساحة 3 في 3 هل أنا ممكن أتنبأ بمعدل الشتلات أو كمية الشتلات اللي أنا حاجبها؟ آه فعلاً أنا عندي إمكانية أن أنا أحسب معدل الشتلات اللي أنا حستخدمها للفدان بتاعي سواء كان فدان من الخضر أو فدان من الفكهة بمعدلة حسابية بسيطة أن أنا بقى هنا عندي مساحة الفدان بتاعي معروفة 4200 أحسب مساحة الفدان على 4000 ولو أنا أسمت مساحة الفدان اللي هي الـ 4000 على المساحة اللي بياخدها النبات الواحد اللي هي عبارة عن المسافة بين الجوار أو المسافة بين الشتلات في عرض الزراعة زي ما قلنا المانجو بيزرع على 3 في 3 يبقى هنا 3 في 3 يبقى كل نبات بيحتاج 9 متر وعندي الفدان بتاعي 4000 لو أسمت الـ 4000 على التسع متر بيديني كمية الشتلات اللازمة وبعمل حسابي في 10% من الشتلات زيادة فاقد ودي إن شاء الله هنتضرب عليها في مراحل بعد كده لما باجأ أنقل الشتلة من المشتل إلى الأرض المستديمة بيتم نقل الشتلات إما ملش ودي بتتم ليه نباتات الفكهة المتساقطة الأوراق أو نباتات الخضرة التي تتحمل الشتل بحيث إننا بنقل الشتلات بيتم اقتلاع الشتلات من الأرض والجزر بتاعي عالي تماماً معلوش أي جزء من التربة وبيتم وضع الجزور بتاعتي في جزء من التربة مخلوطة بالماء بسميها عملية تسمى عملية الترويب إننا باخد الجزور بتاعتي أحطها في ميا مخلوط بها جزء من التربة لحافظ على الرطوبة حوالين الجزور أو إننا أنقل الجزور بتاعتي بالطريقة النقل على طريق الصلاية الصلاية معناها إننا بيتم نقل الشتلات نقل الشتلات بتاعتي بجزء من التربة يبقى إحنا هنا بداية أخذنا من أول عملية الزراعة البزرة داخل المشتل وصلنا لحد إننا نقل الشتل بتاعتي من المشتل إلى الأرض المستديمة وبكده انتهت حلقاتنا ومنتظرين تعليقاتكم ومشاهداتكم على قناتنا قناة التعليم الفني وفي انتظار أسئلتكم ساعدنا بكم كل سلام طيبين وربنا وفاكم إن شاء الله ونلتقي مع بعض في حلقاتنا ترجمة نانسي قنقر